في النادي الاهلي مفيش جديد غير انه الجماهير اطمنت شوية على الو ديانك هو حيخش كده خفيف في الكرة بدأ يعني النهاردة وبكرة شوية اتلغت التأسيمة اللي كانت معمولة مع الشباب لوجهة نظر كولر يعني وحيدي اجازة لمدة خمس ايام ثم يعود الفريق للمشاركة مرة اخرى في المران ثم الارتباطات القادمة للنادي الاهلي الراجل ادى الحمدي فاتحي راح قاله لا انا هتمرن في الجيم حمدي عمل نظام لنفسه علي لطفي عادل التدريبات كان في شك مبرح في كورونا عمل المسحة طلعت سلبية اتمرن برونو كهربا ما اتمرنوش عندهم برد كهربا حيتمرن بكرة غالبا ولو ان الجهاز الطبي كان مديوم راحة لكن فيه ناس بتفضل انه يبقوا موجودين في التمرين مش عايزين يبعد بالمناسبة النهاردة كان فيه مباراة في دوري الفين وواحد مع فاركو وكانت المباراة عاملة قلق شوية عند النادي الاهلي لانه فاركو كان كسب زيبارك مكسب كبير اوي ستة فدخل الاهلي شوية يعني يستعد للمباراة اكتر ولعب زياد طارق الشوطاني وسجل هدف والاهلي كسب اتنين واحد هذا اللقاء ان شاء الله اوعيدكم مع الاسبوع القادم ظهر بمظهر كويس اوي على فكرة زياد طارق وجبجه الحلوة اوي لعب شوت لانه كان الفتنس عنده شوية يعني لكنه بلعبوا بيجاهز نفسه لانه غالبا في يناير سيرحل الى نادي ان شاء الله على سبيل الاعرام